موسيقى أصدقائي الكرام يسعد أوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الجديد بهذا الفيديو راح نطرح سؤال اجتماعي صغير السؤال هو لو خيروك تسافر على بلد ما أي بلد راح تختار وليش شو هي أهدافك شو هي طموحاتك تابعونا أصدقائي الكرام وخلونا نشوف وجهات النظر عند الناس لو خيروا أو خليلي سافر على دولة أي بلد بيختار سوريا 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 نعم السبب بلدي بلدك نعم لكن هلأ ممكن واحد يقول أنه سوريا يعني وضع ما بيسمح أنه ترجع لألة الله كريم إن شاء الله ترجع إن شاء الله ترجع الله كريم بإذن الله ترجع شكرا كثير لألك يا عمى وخلي حاليا تركيا فقط هي المفضلة لدينا يعني شو السبب نعادل بلد لأم سوريا يعني يعني السبب أنه نفس الجو نفس العادات نفس التقاليد تقريبا يعني نسبة اغترابنا لا تذكر يعني شو هي الطموحات الأهداف اللي أنت عم تأسسهم بتركيا أنا مؤسس شركة شحن ومنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه تكبر وتصير من أكبر شركات العالم حقيقة بريطانيا بحب روح كثير على بريطانيا باهتم بثقافات البريطانية بريطانيا ليش على بريطانيا بحب كثير يعني بريطانيا شو هي طموحاتك شو هي أهدافك اللي إذا يعني صرت الفرصة هونيك ورح تأسسها عند بريطانيا يعني بحاول أجمع أكبر عدد من يعني العالم مثلا معارف شغلة بل كي هيك مشي الحام حلو لو بدنا ندخل شوي يعني شو هي هواياتك شو هي مواهبك عندي والله موهبت التمثيل بحب التمثيل كتير حلو بشتغل كمال بمجال الفيديو والتصوير وهالأمور هاي كمال الله يوفعك يا أحمد وفرصة سعيدة الله يسلمك يا أحمد بختار كندا مثلا ليش يعني فيه رغبة كتير هناك بالسفر على كندا يعني عبغلوا أنه فيه يعني فرص كتير كبيرة يعني مثلا بكندا لو صارت لك هاي الفرصة شو رح تأسس شو رح تعمل هنيك يعني حسب حسب مثلا خبرتي مثلا بروح الخبرة اللي أنا بعرفة يعني بشتغل فيها شو هي مواهبك شو هي طموحاتك والله يعني طموحاتي يعني حاليا مجمدة يعني يعني ما خرجون نساوي أي شي يعني ما في أمل ترجع سوريا لا أبدا أبدا يعني خالص خالص الله يوفقك يا بكري وفرصة صعيدة الله يسلمعك يا رب السلام عليكم عليكم السلامة وبركاتك حبيبنا نتعرف عليك عبد الرحمن رحاوي يعطيك العافي عبد الرحمن حبيبي الله يكرمك شاءت كله اللحمين أولا بـ 68 ولأنا فرصة حبيبي حبيبنا نحن عنا السؤال بس بنا ناخد نص دقيقة من وقتك لو خيروك تسافر على بلد أي بلد بتختار بلد سوريا 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 مدنك يا الله يا الله محلة سوريا الله يعطيك العافية والله يرجعنا إن شاء الله قريبا أمين جميعا إن شاء الله الله يرجعنا ورجعكم إن شاء الله شكرا كثير لأنا الله يكرمك مئة ألف سالة فيك سوريا يا الله يا الله يا الله لسه على الحنين موجود بقلبك؟ طبعا شاء الله أصلي عشرة سنوات عشرة سنوات شو عب تعمل شو عب تشتغل؟ بلله بهذا المحل ما عب تدرس؟ لا بالله شو هي طموحاتك؟ شو بدك تأسس بسوريا قد رجعنا إن شاء الله بعد الحرب هيئة؟ إن شاء الله إذا رجع الوضع نظيف وكويس سأكمل دراستي إن شاء الله الله يوفقك يا غالي شكراً كثير لألك أعطيك العافية أصدقائي الكرام لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو شفنا وجهات النظر عند الشباب السوريين بعد عشر سنوات من الحرب في سوريا ما زال الحنين موجود بقلوبهم وبدن يرجعوا على سوريا والشباب الطموحين بدن يسافروا على بريطانيا وعلى دول أوروبية الله يوفق الجميع يا رب وأنتم كمان لا تبخلوا علينا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس سلام